أكد سعدت الدكتور ماجد بن علي النعمي وزير التربية والتعليم في رده على سؤال نيابي أنه تم من خلال برنامج التمكين الرقمي في التعليم تشبيك جميع المدارس وتوفير الأجهزة الرقمية وإدارة التغيير بالمدارس وتدريب المعلمين وشار إلى أنه تم في المرحلة الأولى تطبيق برنامج التمكين الرقمي في التعليم على خمس مدارس عدادية موزة على المحافظات كما تم حاليا إضافة 12 مدرسة إعدادية جديدة لبرنامج التمكين الرقمي في التعليم في مرحلته الثانية ليرتفع بذلك مجموعة المدارس المطبقة بل المطبقة للبرنامج إلى 17 مدرسة إعدادية للجنسين وتطبق وزيرة التربية والتعليم برنامج التمكين الرقمي في التعليم وهو امتداد لمشروع جدلة الملك حمد لمدارس المستقبل الذي بدأ في العام الدراسي 2004-2005 وتم تعميمه على جميع المدارس الحكومية هذا وبادرت الوزارة إلى تنفيذ العديد من الدورات والورش التدريبية في مجال تكنولوجيا التعليم بشتى نوعها إذ بلغ عدد الدورات التدريبية المقدمة للمعلمين والاختصاصيين في مجال تكنولوجيا التعليم 191 دورة تدريبية اجتازها أكثر من ألف معلم في ظل برنامج التمكين الرقمي في العام 2015-2016 ترجمة نانسي قنقر